موسيقى مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم معنا في هذا اللقاء الخاص الذي سيجمعني وإياكم بمحافظة العبل البحر الأبيض المتوسط الوزير الأسبق سيد محمد عزيز درواز سيد عزيز درواز شكراً لتربية الدعوة ومرحباً بك معنا على قناة الجزائر الدولية شكراً لهذه الدعوة وتكون فرصة لها باش نوضح بعض الأمور تتعلق بتنظيم الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقبلة إن شاء الله إن شاء الله كيف تصير الأمور بداية هل تتقدم الأشغال بوتيرة سريعة أم أنه في بعض العلاقين أكيد الأشغال تتقدم بعد المؤتمر اللي جمعنا يوم 11 و 12 ديسامبر مع ممثلين الليجان الأولمبية تعدول المشاركة في الألعاب وكذا ممثلين الاتحادات الدولية للرياضات 24 في البرنامج إذن من هذه المحطة إلى يومنا هذا وهذا التقييم الجديد طبعاً الأشغال تقدمت بالنسبة للمشاركة الرياضية وهذا اللي أسمح يعني انضيافنا يديروا الزيارات ميدانية ويلحظوا هذا التقدم باش يعني نوصلوا للغاية المنتظرة وهي يعني تنظيم المنافسات التجربية لكي نكونوا حضرين وقت لبداية المنافسة الرسمية إن شاء الله سيد عزيز دروز ما هي الأمور التي بقيت عالقة ربما لا تزال عالقة ولم يعني تتقدم إلى يومنا هذا فيما يتحلق ربما بحفل الافتتاح أو الحفل الاختتام أو الاعتمادات أو التنظيم الإلكتروني في أي جانب يعني لازل هناك بعض الإشكال في الفترة الأخيرة عملنا على دراسة الملف الهم جدا تحفل الافتتاح وحفل الاختتام لأن كان عندنا مشروع واحد وما كانش كافي باش تكون عندنا البحث على المستوى العالي المنتظر بالنسبة مثل هذه الحفلين أما إضافة على الملف اللي كنا تحصلنا عليه فتحنا مجال لمحترفين آخرين للمشاركة في ما نسميه مسابقة بين المحترفين ودراسة المشاريع اللي يتقدموا دراسة عن مستوى اللجنة خاصة على هذا الملف ملف ثقيل وهذا اللجنة أول لجنة نصبت في عملية تكملت هيكلة اللجنة التنظيم صحيح كانت ناقصة حسب القانون نعم ما كانش ناقصة فقط كانت اللجنة اللجنة التنظيم بنسبة هذا الموضوع اللجنة المختصة كانت لجنة التنظيم خارج القوانينها إذن الآن نصبنا هذا اللجنة اللولى والآن قدمنا للموافقة من طرف الوزراء الأولى باقية اللجنة المختصة لتكونوا من ممثلين قطاعات وزرية مختلفة لعندها يعني علاقة مع الموضوع اللجنة كل لجنة من جهتها ثم هذا اللجن يكونوا يعني ساند قوي للجنب قانوني التنفيذي تعالى تعالى لجنة التنظيم إن شاء الله تؤكد أنت سيد عزيز درواز ربما على تسيير القانون على تنصيب يعني تجسيدا للقانون كما ينصر القانون الجزائري هكذا يعني نحاوله في النقاط وإن نقدروا نخدموا في إيطار قانوني نجاوبوا على متطلبات القانون وإحنا عارفين باللي على حسب ضيق ضيق الوقت في بعض الملفات للأسف لازم نخرجوا من القانون لكن كإن قررت اتخذت بعد توصيات صارمة تعسيد رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير على نجاح هذه الدوارة العاب وهران باش كل ما يطلب يعني إجراءات يعني لتسهل الوصول إلى الغاية اللي نتمناها كما قلت يعني نجاح الألعاب سناخد الإجراءات اللازمة حسب في في هذه الملفات بالنسبة للعطاد الرياضي متى يتم يعني تنصيبه على في القاعات الرياضية لابد هذه السفقات يعني يتنفذوا وهذا هذا النقطة بالذات اللي هي عرقلت شوية يعني المسيرة يعني في كل ما يتعلق بالتنظيم والتجهيزات تعلق المنشآت الرياضية نحن في انتظار تكملة اشغال المنشآت الرياضية ثم تكون مرحلة التجهيزات في في انتظار يعني تم عرض المناقصة أم ليس بعد حسبها دفتر شروط احنا ندرنا طلبات للشركات المختصة لعندها الخبرة ليس خبرة لعندها الاعتراف الرسمي من تعرف الاتحادات الدولية ولعملت في تجهيزات خاصة بكل الرياضات في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية جميل جدا طيب بالنسبة ربما إلى ملعب وهران جاهز القاعات المتعلقة بالرياضات الجماعية هي تقريبا جاهزة تقريبا جاهزة قدمت الأشغال بكثير منذ قبل المؤتمر يوم 11 و 12 ديسمبر وهذا اللي لحظوها الأعضاء لجنة التنسيق والآن نركز على المنشآت الرياضية اللي كانت موجودة في ولاية وهران واللي دخلت في عملية الترميم وكاين إذن يعني نظرة خاصة في هذا الأشغال ربما إنهاء مهام المديرة السابق كان على يد ربما اللجنة اللعب البحر أم أنه كان ربما من جهات أخرى تنحية المدير العام السابق قرار وزير شبيبه والرياضة لكن كذلك قرار سيادي سيد الوزير الأول في هيكلة اللجنة التنظيم وسحب المنصب مدير عام للألعاب وهذا شيء طبيعي بعد تعيين محافظ الألعاب رئيس تنفيذي للجنة تنظيم الألعاب البحر بالمتوسط لبهر جميل جدا في ختام سيد عزيز درواز ربما لا يمكن أن نتحدث مع قامة في كرة اليد ولا نتحدث عن كرة اليد ما رأيك فيما يحدث حاليا في كرة اليد قبل ذلك ربما الكنفيدراليا الأفريقية أعلنت عن تاريخ إجراء البطولة الأفريقية تزامناً مع تاريخ العب البحر الأبيض المتوسط كيف تعتبر هذه الخطوة من قبل الكعف من قبل الكنفيدراليا الأفريقية كرة اليد هذه نقطة سودة زيادة على النقطة السودة اللولة وقبول من طرف الكنفيدراليا الأفريقية لتنظيم بطولة الأفريقية في أراضي محتلة إذن ما نشعرف واشنو الأهداف حقيقية تاع الكنفيدراليا الأفريقية لكرة اليد هل لهم خلفيات تجاه الجزائر الجزائر جابت الكثير إلى كرة اليد الأفريقية والعالمية صحيح ونظن باللي المفروض الجزائر تحترم خاصة في الرياضة عامة وفي كرة اليد خاصة وراني نلاحظ باللي هذا الاحترام مش موجود ونقدر نعلق على هذا الشيء بطريقة طويلة جدا لو لازم في ظروف أخرى لكن هذا التغيير كان ضروري يعني إلغاء القرعة كان ضروري بسبب عدم مشاركة الجزائر في القرعة ونظن باللي كان كذلك إتحادية الزامبيا لقدمة طعن هي كذلك على عدم مشاركتها في القرعة لكن كنا ننتظر تاريخ لي يحترم باقية التنظيمات الرياضية مثل الألعاب البحر الليبي المتوسط لداخل برنامج الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ ربعة سنوات إذن هناك ينتنقد بين قرار كونفترال الأفريقية وبرنامج الاتحاد الدولي الرسمي منذ ربعة سنوات إذن نقطة استفهام على كل هذه النقاط وأنا قدمت هذا الانشغال إلى اللجنة الدولية للألعاب البحر بالمتوسط وهما قدموا كذلك شكوى تجاه الاتحاد الدولي وننتظر قرارات اللجنة الدولية للألعاب البحر بالمتوسط لأن نظن باللي ما راح يحبسه إلى هذه النقطة جميل جدا بالنسبة للمنتخب الوطني إلى حد اليوم شفنا ربما كل المنتخبات الجارة تعمل تربوسات تعمل دور الدولية اليوم بطولت آسيا بطولت أوروبا لكرة اليد غياب الجزائر عن الساحة مطلقا أين المنتخب الجزائري لماذا ليس هناك مدرب ما رأيك ربما في الحالة التي تعيشها يعيشها من المنتخب الجزائري أنا مدبيا من من علقش أكتر على وضعية كرة اليد الجزائرية أنا قلت وكررت بلي كرة اليد الجزائرية مريضة ونبقى على هذا التقييم مريضة مريضة جدا لكن تستحق الاحترام خاصة من طرف مسؤولين الرياضة الجزائرية شكرا لك سيد عزيز درواز شكرا لحضورك اليوم معناك لما أخيرة شكرا على المتابعة المستمرة ديالكم في بنسبة تحذير الألعاب البحر بالمتوسط وانتمنى لقاء آخر معكم لتوضيحة أكثر للمتتبعين قناتكم يشرفنا دائما سيد عزيز درواز إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختم هذا اللقاء نلتقي في حوارات أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر